موسيقى صباح الخير يا مشاهدين الكرام و أهلا و سهلا بكم إلى حلقة جديدة من السياسة اليوم على حد 6 حزيران 2021 ماذا يحمل هذا اليوم من تطورات و أخبار و هل هناك بوادر خير يعني في مسألة فكفكت و حلحلة العقد من أمام تشكيل الحكومة لماذا لن أو لم تتشكل الحكومة حتى الآن و من المسؤول عن عدم تشكيل الحكومة حروب البيانات أو حرب البيانات بين الطيارين و غيرها من التساؤلات و الأسئلة سأطرحها على ضيفي أستاذ عبدالسلام موسى منصق الإعلام في طيار المستقبل أهلا و سهلا فيك زميل صباح الخير لك أستاذ عباس و صباح الخير لكل المشاهدين يعني إن شاء الله ما نكون اليوم نهار أحد يعني نشغلهم بالسياسة ناوي ناوي على الخير ناوي على الويكيند على الخير يعني شو بدنا نعمل بالنهاية دايما بنادلنا نتفائل بالخير و نستبشر بالخير و الله يعني يساعدنا و يساعد هالبلد أنه يطلع من هالأزمة اللي نحن فيها خلينا لكن مباشرة لندخل طالما هيئنا المشاهدين بنهاية الأسبوع من أين يأتي الخير و تيار المستقبل و الوطن الحر بشخص الرئيس سعد الحريري و جبران باسيل لا يتفقان على تشكيل حكومة هيكي متل ما هي بكل بساطة يعني الخير بيجي إذا بنرجع على الدستور إذا بيرجع على الكل بيقرأ بكتاب الدستور اللي ساير اليوم إنه لأ بدنا ندلنا عم نكرس عراف جديدة على حساب الدستور اليوم فيه بالمشهد الحكومي مبادرة الرئيس نبيه بري و صرح دولة الرئيس بري إنه الرئيس المكلف سعد الحريري موافق على هذه المبادرة و ننتظر جواب الوزير جبران باسيل عليها تنشوف شو بدي يكون في عنده جواب الوزير جبران باسيل رغم إنه يعني المكتوب ينقرأ من عنوانه بالبيانات اللي صدرت عن التيار الوطن الحر و عن رئاسة الجمهورية بهذا المحل حرب البيانات وهذه العلاقة قبل من فوت بالتفاصيل و ليش وصلنا لهون لماذا هذه العلاقة أستاذ عبدالسلام وصلت إلى هذا الحد كنتم شركاء في التسوية و شركاء في حكم البلد يعني بلحظة من اللحظات مثلا ما حدا كان يفوت بيناتكم ممنوع الدخول من جهة الرئيس بري اللي عم تقول مبادرته و حذر من السل الكامل إذا بتذكر إذا رجعنا كم سنة لورا وأيضا الوطني الحر أصبح قريبا من تيار المستقبل في ذاك الوقت حتى عمل له مشاكل مع حليفه القوات اللبنانية ليش وصلت الأمور إلى هذا الحد هي مش قصة أنه وصلت إلى هذا الحد بالنهاية صار تسوية هذه التسوية الجميع كان شريك فيها ما كان التسوية فقط بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر الأداء السياسي إذا بدك للوزير جبران باسيل طوال مرحلة التسوية عمل كتير مشاكل مش بس معنا يعني عمل مشاكل مع الرئيس بري بالوصف اللي وصفوا إياه قبل الانتخابات عمل مشاكل مع الدكتور مع القوات اللبنانية والدكتور سامير جعجع بعد ما تنصل عند أول مفرق من تفاهم معراب عمل مشكل أبر شمون بالجبل وتداعيات هذا المشكل اللي عطى المجلس الوزراء أكتر من أربعين يوم وبالتالي كان هذا المسار المشكل مع الكل مش بس معنا نحنا وصلنا يعني إذا بدك حاول الرئيس الحريري على مدى ثلاث سنين من هذه التسوية أنه يحاول يحقق شيء وخاض الانتخابات سنة 2018 إذا بتذكر بتحالفات تقريبا مع كل الأطراف السياسية بسناء حزب الله من منطلق أنه ما بعد الانتخابات حيكون في حكومة من شكل حكومة بشكل سريع تنقدر نمشي مؤتمر سادر وأنا وأنت منعرف أستاذ عباس أنه لو مش مؤتمر سادر بالـ 2018 ما كنا نحنا عم نعيش الانهيار اللي عم نعيشه اليوم كان في مليارات الدولارات حتفوت على البلد كان في خطة إصلاحية لكل القطاعات ونحنا خضنا الانتخابات بوقتها بخطاب مش شعبوي يعني وقت الرئيس الحرير يكون عم بجول على المناطق يقول له أنه نحنا جايين على أصلاحات آسية وموجعة وما كنا عم نخوض بخطاب شعبوي من منطلق قد دائما نحقق نواب بالزايد أو نواب بالناقص أو قد دائما نسجل نقاط بمرمى الفريق الخصم وبالتالي يعني المطالب بمراجعة بهذا المحال بعتقد هو الطيار الوطني الحر وأداء الوزير جبران باسيل الجنرال ميشيل عون نجح بعد ثلاثين سنة من انتظاره لتحقيق حلمه أنه يعمل رئيس جمهورية نجح أنه ينسش تفاهمات مع الكل اجعل وزير باسيل بهذا العهد درب كل هذه التفاهمات وبتذكر أنا كتير منيح أنه دولة الرئيس نبيه بري كان أكتر من استشرف هذا الواقع اللي بدنا نصله اليوم لما قال جملته الشهيرة قبل انتخاب الرئيس ميشيل عون أنا بدك تعملنا مشكلة نحن نريد أن ننتخب رئيس وليس رئيسي دعم أنا بدك تعمل مشكلة أنا عارف أنه ناوي على المشكلة من الصبح وليش ما قالت أنه الرئيس بري وقت السل ما بين جبران باسيل ونادر الحريري حدر من هذا الموضوع كان معه حق الرئيس بري كان معه حق الرئيس بري دائما بكل المحطات هو صمام أمام بهذا البلد دعم واللي عم يعمله اليوم إن شاء الله يوصل لنتيجة لأنه عن جات خلص البلد عم بيموت دعم وفي مين بشرنا بجهنم نعم وناطر عم تفرج علينا رايحين على جهنم لماذا لا يشكل الرئيس سعد الحريري للحكومة هل هو ينتظر رضا سعودي بدي أدخل مباشرة بالتفاصيل كما يتهم أو كما يقول كثيرون وهل هي أمور خارجية أو كما يقول الرئيس نبيه بري هي عقبات داخلية خلينا نربط هذا الموضوع أكيد أنت حتقول رأي طيار المستقبل ولكن خلينا نكون شوي واقعيين ونقسم المسئوليات أنا حقلك الحقيقة نقسم المسئوليات نحن أشخاص مسئولين ونتعطى شأن العام من موقع المسئولية وهذا المعروف عن مدرسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعن الرئيس سعد الحريري بالذات لا الرئيس سعد الحريري مش ناطر حدا ومثل ما قلت أنه الرئيس بري عم بيقول العقبات الداخلية لأنه فعلا العقبات الداخلية وقتل بيقول الرئيس بري أستاذ عباس أنه الرئيس سعد الحريري موافق على مبادرته وانتظر جواب جبران بسيل ماذا يعني هذا الأمر جبران بسيل وعد الرئيس بري هذا الأمر يعني هذا الأمر أنه الإفراج عن الحكومة هو بإيد الوزير باسيل مثل ما نحن عم نقول بخطابنا ولأنه رئيس الجمهورية ما عم بيوقع التشكيل الحكومية لناطر حدا أستاذ عباس ما قدم تشكيل حكومية من ثلاثة شهر لتاني مرة بعد ما كان قدم تشكيلة قبل بأشهر لما بده يجوز بنته بيعلمها بتقدمه بتقدمه تشكيلات وانت عارف ما يوافق عليها طيب شو يعني أنه لازم قدمه الشيء اللي هو بده إياه وإلا ما بيكون في حكومة في نقاش بده يصير فيه مبدأ هو المبادرة الفرنسية لنصت على حكومة اختصاصيين لا ثلث معطل فيها ولا حزبيين فيها الرئيس الحريري راعة هذه المعايير وقدم تشكيلة شو المشكلة بهذه التشكيلة من هيدا الجانب شفنا سفيات كل الأشخاص المقترحين للتوزير ما حدا عطى إشارة على أي اسم من الأسماء لأنهم بيراعوا هذا المبدأ البلد بحالة استثنائية ويلزم حكومة استثنائية ووزراء استثنائيون لابدنا نقعد نضيع وقت يعني العالم الكل إذا حدا ما اعتبر أنه عم بيربح عند الناس هو خسران إذا حدا ما اعتبر وما بده يقرأ المتغير اللي صار بالبلد من 17-30 لليوم هو غلطان الناس بمحل تاني الناس بمحل معين آه ارفت أو كفرت بالجو السياسي العام اللي موجود بالبلد وبتالي لا اعتوه عملوا شيء للناس كان في مؤتمر سادر بالالفين واتمنتعاش عطلوه جرت محاولات لتقديم شيء للناس خلال ثورة 17-60 أيضا عطلوه ما دفع الرئيس سعد الحريري إلى بقى البحثة بما يتعلق بالتسوي والاستئال استجابة لإرادة الناس جبنا حكومة للأسف حكومة الرئيس حسان الدياب شفنا التخبط اللي عاشت فيه لوين وصلنا اليوم طيب شو بعد بدكن إذا السيد عباس ما لاشي عهد الرئيس عون شهد ثلاث حكومات رئاسة الرئيس الحريري والرئيس الدياب طيب إذا لا الرئيس الحريري قدر يشتغل ولا الرئيس الدياب قدر يشتغل ولا أي رئيس حكومة عم يقدر يشتغل نام من جيب لهم حكومة ورئيس حكومة المريخ من بلد تاني بدي أسألك سؤالين القسم الأول من السؤال أنه من كلامك أكيد عم تشرح الأمور من وجهة نظر تيار المستقبل ولكن أيضا في وجهة نظر الوطني الحر يعني هل تحمل الوطني الحر كل المسئولية لأن الحكومة لم تتشكل حتى الآن وتاني شيء يعني ما كمان في مكان ما ومن جهة ما أستاذ عبدالسلام أنه يعاقب عهد ميشيل عون إلى حد ما يعاقب عهد ميشيل عون هو عم بعاقب السياسي لا عهد هو عهد يعاقب نفسه بنفسه من إيده يعني أنا وقت لبقلك أنه الرئيس عون نجح بنسش كل هذه التفاهمات والرئيس الحريري أنا وأنت بنعرف أنه دفع من رصيده السياسي والشعبي ثمن كبير دفع ثمن كبير في الانتخابات كبير ثمن كبير لهذه التسي والناس حسبتنا بالانتخابات وكان مع حق الناس ونحن نعتذر من الناس على انخراطنا بهذه التسوية اللي كنا ننشد منه النهوض بالبلد لكن للأسف الفريق الآخر كان عنده أجندة أخرى وما زالت هذه الأجندة مستمرة إلى اليوم وعنوانا التعطيل وعنوانا مصالح سياسية ديئة على حساب اللبنانيين منأمل يعني عمقلك أنه إن شاء الله الرئيس بر يقدر يحقق خرق ومجرد ما ينقال أنه نعتر جوابه للوزير جبران باسيل هذا هو جواب لكل اللبنانيين أنه من هو الطرف الذي يعطل لأنه الوزير جبران باسيل وعدوا بالجلسة الأخيرة بالأونسكو ببذل كل الجهود من أجل المساهمة كرئيس تيار وازن بالبلد من أجل تشكيل الحكومة بعد ما تشكل الحكومة بعد ما تشكلت لهلأ الحكومة عملك نحن إن شاء الله نحن منفتحين من قبل الرئيس الحريري أعتقد بالفترة الماضية دور كتير زاوية وترفع كتير من الإهانات وتجاوز اللياءات والأصول بمخاطبة رئيس الحكومة المكلف من الفيديو الذي اتهم فيه بالكذب لا ما تعمل لا ما تعمل عم نحط عم نحط عم نحط استاذ عباس عم نحط الأمور بنصابة يعني بدنا نعطي الرئيس الحريري حقه مثل ما عم قللك بدنا نعطي الآخرين حقهم الرئيس الحريري عمل مسار كرميل الشي اللي بيجاري بيقلك إنه الرئيس الحريري ما عم بشكل لأنه ناطر حدا أو الموقف السعودي ما بده هلأ يعني صار التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية هل قد منسجمين مع الموقف السعودي اللي ما بده حكومة باللبنان كرميل هيك عم بعطله تشكيل الحكومة اسمعنا السفير السعودي كلام جدا واطع من أصر بعبدة إنه بدنا حكومة تلبي تطلعات اللبنانيين والمملكة العربية السعودية على مسافة واحدة من الجميع استاذ عباس المملكة العربية السعودية اللي طل عمرة قدمت للبنان كل الخير ما حتكون بيوم من الأيام عم بتعطل أي شيء بالبلد وهي ما عم تتدخل بالملف الحكومي لا من قريب ولا من بعيد بهذا المحرك يعني أنت لا تتدخل في الملف الحكومي يعني البعض كما يقول تعاكب لبنان وتعاكب سعد الحريري لا حافظ الألقاء هذا لا أنا عم قل لك نحنا اللي منعرفه المملكة العربية السعودية ما بيوم إلا ما قدمت الخير باللبنان وأكيد ولا يوم هتكون بموقع غير هيدا الموقع هلأ اللي البعض بحب يدلعم حكاك ما هذا البعض هو اللي أساء للأسف لعلاقاتنا مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج وأخرة الكلام اللي صدر عن وزير الخارجية شرب الوهبة اللي عبر عن النفس الموجود بهذا الطيار وبالعقلية الفريق الرئاسي اللي موجود ودرغم أنه منذكر أول زيارة لجنرال ميشيل عون كانت للمملكة العربية السعودية نعم في سؤال على السوشال ميديا قدامي لك قبل ما نكمل عم بقول أنه هادي وجهة نظر تيار المستقبل بالطبع وهل من الممكن تحميل الوطن الحر علما أنه أنا سألت هذا السؤال الوطن الحر كل المسئولية على عدم تشكيل الحكومة وإذا كانت الأمور هيك لكن كيف بدنا نشكل حكومة أنا جوابتك أنه هلأ نطيقين جوابني الوزير جبران بسيلو بتشكل حكومة بكرا إن شاء الله يجي الجواب للرئيس برية والأمور ماشية من عند الرئيس الحريري عم قل لك دور كتير زوايا والرئيس الحريري قال أنه أنا منفتح على كل النقاش بالأسماء وبالحقائب بشرط أن لا نخرق هذه الحكومة بسياسيين شرط أن لا يكون هناك ثلث معطل وهذا بعتقد موقف الكل هذا موقف البترك الراعي هذا موقف الرئيس برية هذا موقف الوزير جملات هذا موقف كل الموجودين بالسلطة اليوم المشاركين بموضوع تشكيل الحكومة في الشقة الثانية من السؤال اللي سألتك عنه قبل قليل في مسألة الوطني الحر وكيف سنصل إلى تشكيل حكومة إذا كانت هل أد الأمور صعبية؟ سألتك بدنا نرجع هل هناك إمكانية إلى التلاقي بعد سيد عبد السلام؟ لا بالسياسة ما في شيء مسكر وخصوصا باللبنان بالسياسة ما في شيء مسكر بالنهاية بالنهاية الدستور بيقول لك هناك حكومة تشكل بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية هذا الدستور واضح نحن عم نقوم بهذا الشيء ما في حدا يجي يقول لك أنه لأ أنت لازم تقعد مع رئيس حزب أو رئيس كتلة تتشكل الحكومة وإلا فيه عندنا رؤسة حزاب كتير وعندنا رؤسة كتل كتير وبالتالي نعمل استشارات نيابية غير ملزمة بدنا نخالف الدستور ونحول الاستشارات النيابية غير الملزمة إلى استشارات ملزمة ما الدستور واضح النص واضح نرجع للدستور ونرجع لروحية وسيئة الوفاء الوطنية وكل الأمور محلولة بس إذا بدنا نضلنا بمنطق يا عمرو ما تتشكل حكومة كرمال هذا الموضوع ويا بالانتخابات الرئيس الجمهورية مثل المصار بال2016 إما ميشيل عون أو لا أحد إما بتعمله اللي بدي إياه أو نحن هنعطل البلد ما حيمشي بهذا المنطق ما بعتقى التيار المستقبل بيوم من الأيام كان عم بمارس أي نفس تعطيلة حتى وقت اللي كان بالمعارضة يعني بينما الفريق الآخر عطل يعني بال16 سنة الماضية عنا 6 إلى 7 سنين تعطيل وهذا الشي اللي نفهم ليش وصلنا لهون أديش دور حلفاء الطرفين حلفاء المستقبل وحلفاء الوطن الحر شغال أكيد وأنت بتعرف هذا الشيء ولكن هل هو ناقص دور من الحلفاء أو هناك عند من الوطن الحر؟ كل اللبنانية بيسألوا ما بنا نحكم عن نواية أكيد كل اللبنانية بيسألوا أكيد عن نوقف حزب الله بموضوع تشكيل اللي حكونا وعن علاقته مع الرئيس ميشيل عون ونحكي لنا بنعرف أنه نحن ما في عنا عهد قوي بلبنان عنا عهد مستقوي بقوة حزب الله بهذا المحل ويستند إليه اليوم الكل عم يسأل أنه معقول أنه حزب الله مش قادر يمون على حليفه بموضوع تشكيل الحكومة ممكن ليش لا؟ ما بعرف مين حليفه بدك تسأل؟ حزب الله التيار الوطن الحر عمل لك حسب الحليف أنا مش مين حليف والسيد عمت السلام حزب الله اللي سير التيار الوطن الحر بتعطيل استحاق رئيسة الجمهورية لسنتين ونص تحت معادلة ميشيل عون أو لأحد وسيره بكتير من المواقف اللي العلاقة بتشكيل الحكومات وإلى ما هناك مع اللبنانيين منه مقتنعين بعتقد حزب الله يمكن عم بيمارس دور مسهل وهو يفوض يمكن الرئيس بره بآخر خطاب للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إنه الرئيس بره هو عم يتعطى بهذا الشأن فإذا الرئيس بره عم يتعطى بهذا الشأن فهو موقف واضح حزب الله بعملية التشكيل هذا اللي أنا بدي أقوله وبالتالي أنا هون بدي أقولك إذا وصلين لهون حتى حزب الله ما عم يقدر يغير شيء بموقف تيار الوطن الحار فينا هون نفهم أنه التيار الوطن الحار صار بمحل وكل اللبنانيين صاروا بمحل تاني الكل بده حكومة باستثناء التيار الوطن الحار أنت جوابت لي أنا كم بدي أقوله حزب الله مفوض الرئيس نبي بره يعني أكتر من مرة وليس فقط أخرا أو أخيرا في هذا الموضوع وأيضا حزب الله أنت بتعرف أنه هو من القوى السياسية المتدررة من هذا الوضع بالبلد إذا بدنا نحسبها أقليميا وداخليا أنه معقول ما يكون عم يضغط على من أجل تشكيل الحكومة وطالما مفوض الرئيس نبي بره يعني نفس القرار يعني أصبح الموضوع في مشكل هون مع نتا تنشوف التعنط من وين عم يجي ونطرين جواب الوزير باسيل هل عندك معلومات والاتصالات فيه اتصالات عم تجرى ولكن بعيدا من الأضواء بعيدا من الأضواء وبعتقد يعني إذا هناك اتصالات وهناك تكتم عليها فهذا الشي منيح لا توصل لنتيجة لأنه نحنا بتعرف بلبنان منعيش الاسكوب وخبرية من هون وهذا اللي بده يلتف عليها من هون إن شاء الله يكون يعني خلص عن جد اللبنانية تعبوا والمعاناة واقع على الكل واقع علي وعليك وعلى كل الناس وبكل المناطق ما في طرف مش عم بيعاني من الأزمة اللي عم نعيشها اليوم البلد كله عم بيعاني ومسئولية الكل بقى ياخي يجمدوا هالخلاف السياسي شوي وعملوا لحكومة اختصاصيين وحكومة مهمة ليش انتوا ليه ما بتلقوا الوطن الحر شوي بالنص تركوا ياخي تركوا تلاقيك الرئيس ميشيل عون نعم من موقعه كشريك بدستوري بتأليف الحكومة طب انا بقلك شي ياخي جاي في وضع بالبلد في انفجار أربع قاب في هذا الانهيار اللي عم بصير جاي الرئيس الحريرة تحت سقف المبادرة الفرنسية نعم وكلنا بنعرف الرئيس الحريرة ارسل علاقات اللي عنده اياها المستمدة من قيام الرئيس الشهيد رفيق الحريرة قادر يفك هذه العزلة ويرجع يصالح لبنان مع المجتمع العربي ومع المجتمع الدولي والتفاوض مع صندوق ناعد قادر يخي يتركوا يشكل حكومة النجح هذا نجاح للعهد بآخر سنة يعود ما مني به هذا العهد من فشل وانفشل حملوا الفشل لقلوا قول انا قول انا اللهم اني قد بلغت مثل الخطاب اللي عملته قبل التكليف انه اللي عم يعملوا الرئيس سعد الحريري بهذه الحكومة ما رح يوصل على محل وحملوا كل الفشل وخليوا على الانتخابات يدفع سمم بيدا الفشل هيدا الكلام يبدو جميل وسهل ولكن انت بتعرف انه هاي الحكومة هي حكومة انتخابات وانت بتعرف وضع الوطن الحر وايضا طيار المستقبل السياسي وانت بتعرف بعد 17-20 المواضيع وانت بتعرف جبران باسيل والعقوبات الامريكية العلم يقول اني انا بعرف كل شيء وانت كمان بتعرف مسألة السباق نحو رئاسة الجمهورية ويعني كمان من هيدا الجهة اذا بدو يتنازل الوطن الحر عن كل شيء بكون خسارة سياسية يا سيد عباس ما فيه تنازل دعا ما فيه تنازل انت بالنهاية ليك باللحظة تنازل مرشان مصلحة اللبنانيين دعا ما هو تنازل بالعكس انت بتكون عم تنتصر لحالك وعم تنتصر للبنانيين الرئيس الحريري قدم اكتر من تضحي بهذا المحال ومن وقت من وقت تكليف السفير مصطفى قديم ورئيس الحريري على مدى السنين الماضي معروف عنه انه اكتر حدا مادد ايده واكتر حدا بيعمل مبادرات واكتر حدا بيدور زوايا بهذا المحال وهذا ينتقد عليه الرئيس الحريري من قبل شارعه انه انت دائما لا دائما بدك تكون انت ام الصبه ودائما بدك تكون الحلول على حسابنا ودفعنا عقلك لانه سعد الحريري لانه سعد الحريري طيب مثل سعد الحريري بالبلد فيه اكتر والرئيس بري تنازل عن وزير ممتاز وبالتالي بالتالي اوكي خلينا نتعلم من تضحيات الاخرين مثل ما عم قلقك ونقدم تضحية ما فينا دائما يا استاذ عباس نضلنا انه نحنا اللي بدنا اياه واذا ما بدنا اياه ما حيصير شي حيوصلوا الاخرين لهذا المنطق يعني نحنا وقت اللي مندفع سمن لهذا التسويق فيش بيقولك الرئيس الحريري او جمهورنا نحنا كنا بالالفين وستعاش اوكي في فراغ برئاسة الجمهورية خليه يضل الى ابد لابدين شو فارق معنا ما قال الرئيس الحريري كان بوقت اذا عم نحكي بنفس طائفي او مذهبة مثل ما هنه عم بيطيفوا الموضوع كانت صلاحيات الوقت اللي كان في فراغ رئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية ستكون بايد مين الحكومة برئاسة رئيس الحكومة وبتالي هذا اذا بنا نحكيه طائفيا او مذهبيا هذا يناسب موعه رئيس الحكومة انه هي صارت متحكمة بكل شي بالبلد بلق الرئيس الحريري ارتضى يعمل التسوية وقدم ودفع من رصيده كرماله وما قالك انه عمره ما يكون رئيس جمهورية عم بيوصله العالم لمحال انه بعد شوية منقوله ان عمره ما يكون في حكومة هيدا العهد عهدكن انتوا تحملوا المسئولية مع الناس وجايين بعد سنة على رئاسة الجمهورية اذا بدأت تكرر نفس لكن الرد بنفس الاسلوب وين بيصير البلد اذا الرد من القوى السياسية اذا بدأت تكرر نفس الاخطاء اللي وصلتنا لهون من تصلب فريق سياسي خلف مرشح ويا بتعمله اللي بدنا اياه يحن ضلنا معطلين هيدا الاستحقاء وضلوا سنتين ونص وكمان خلينا يعني نكون موضوعيين استاذ عباس التسوية يعني نحنا كان عنا مرشح رئاسة هو الدكتور سامير جعجع ونزلنا 44 جلسة على مجلس النواب لانتخابه وكلنا بنعرف مين اللي ما كان عم ينزل على مجلس النواب يا ريتو الوزير اسلايمان فرنجية وقت الرئيس الحريرة عام المبادرة نزل على مجلس النواب ولم يساير موقف حليفه حزب الله كان هلأ الوزير اسلايمان فرنجية رئيس جمهورية وما كنا فتنا بهذا النفق اللي فتنا في نتيجة انتخاب ميشيل عن رئيس الجمهورية خلينا ياخد فاصل انت أطعت بالوقت اللي بنتك إياه حتى نوت عندك الرعا هناخد فاصل وحرجع لعيدة الموضوع واسألك صرنا هلأ عم بتقول يا ريت اه اي طبعا اوكي فاصل ونعود لمتابعة السياس اليوم عودة لمتابعة السياس اليوم نهار أحد سيد عبدالسلام موسى وطيار المستقبل منصق الاعلام في طيار المستقبل بده نرويق شوية كمان لنمضي أول شيء الأجواء حاليا تحتاج إلى رواء نطرين تشكيل الحكومة وتاني شيء يعني نحنا لك نحنا بهدوء لك نحنا عطول ريئين اي والسياسي بده نفس طويل اكيد ونفسنا طويل ما حدا يراهن على هذا الموضوع ما حدا يراهن نفسنا طويل انت قبل الفاصل قلت يا رات كان نزل الوزير سليمان فرنجي ولكن صار وعننا رئيس جمهورية اللي هو فخامة العماد مشال عم وعننا رئيس جمهورية موجود اكيد ماذا برأيك كمواطن لبناني نعم كمواطن لبناني يعني كيف ترى أو كيف تشوف انه لازم رئيس الجمهورية حاليا لانه بيل كل صح شو لازم يصير لا ما تفكر بالموضوع عين انا وضع بلك شو لازم يصير بتسأل السؤال لرئيس الجمهورية شو لازم يصير حاليا عنا مبادرة الفرنسية مبادرة رئيس نبيه برري عنا الاوضاع الاقتصادية صعبة جدا والاجتماعية صعبة جدا والمالية ما في شي ما تبقى من مؤسسات الدولة عم بيخرب يوم بعد يوم برأيك شو لازم يصير مش بس كمنسق الاعلان في تيان المستقبل كمواطن لبناني قلتلك انا لازم الخلاف السياسي يتجمد يلتقوا بنص الطريق انا بعتقد وقت الرئيس برري بيقول انه الرئيس الحريري موافق على مبادرته يعني قطعنا نص الطريق ينتظر من الفريق الاخر يلاقي الرئيس برري والرئيس الحريري كمان بنص الطريق بس اذا بناندلنا عم قللك دائما انه لازم انت تمشي بالطريقة اللي بدون اياها او ما بيصير شي نعم عم قللك هذا كله عم استنزف من رصيد العهد انت يعني انا على المستوى الشخصي انا بزعل نعم انه شخص مثل الرئيس ميشيل عون وتجربته السياسية والعسكرية الحافلة نعم بشو حافلة هلأ نقاش اخر لا تجربة كامل لا حافلة بكل تجربة فيها انجازات وفيها اخفاقات بالنهاية لا 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 انا عم قللك عم قللك بشو حافلة بمعنى انه ما حنسرد انجازاتها واخفاقاتها نعم ونطر كل هذه الفترة تيعمل رئيس جمهورية وقلتلك نجح يعمل تفاهمات مع كل الاطراف وكان الكل مستبشر انه هذا العهد كمان ما يكون عهد اوي انا كاتب مقال انه اذا بيكون عهد اقوى ببداية العهد وكانت اللي كانت كل هذه التفاهمات حرام اذا بدك انه يوصل عهد مشال عون للي وصله نتيجة يعني لانه البعض بده يستغل او يستخدم موقع رئيس الجمهورية لتحقيق اهداف سياسية ومصالح سياسية بهيدا المحال ويتنصل من كل الاتفاقات ويضرب كل التسويات لا حرام عن جد ما بيستاهل الرئيس عون من اقرب المقربين لاله انه يوصل لمحل بدل ما يكون فعلا بي الكل يضل التعاطي معه وهو في موقع رئيسة الجمهورية على انه طرف يا استاذ عباس يعني نحنا حكيتني باول حلقة عن بيانات تيار المستبر نحنا اصدرنا بيان رد على الوزير جبران بس لاي لاي رئيسة الجمهورية دائما عم تعطي حالة عم تحط حالة طرف اي شخص عم ينتقد الوزير جبران بس عم يعتبر انه عم ينتقد رئيسة الجمهورية عم يرئيسة الجمهورية هو ميشيل عون وليس جبران بس قبل ما نفوض بحرب البيانات وقديش ممكن تأجج الصراع وتنهي اي فرصة للطلاقي انا معجب جدا بحرصك على الوطن الحر وعلى رئيسة الجمهورية صراحة نحن حريصين على الكل صدق بالنهاية هيدا بلد وكلاتنا عايشين فيه عم قل لك في خلاف سياسي نختلف بالسياسة قد ما بدك عم تشيل كل المواضيع عم نختلف بالسياسة قد ما بدك لكن هناك دستور ينظم العلاقة بيننا وهناك حياة سياسية وديمقراطية نحن حريصين عليها ونحن إذا فعلا فيه البعض يمكن عم بضيع الطريق أو عم بضيع البوصل شوي واجبنا أنه ندعي دائما أنه نرجع للدستور ونرجع لإتفاق الطائف اللي الكل متمسك فيه ما فينا نكون نحن نكون متصلحين محالنا كمان يعني إتفاق الطائف هو نازم هذه العلاقة ما فينا كل لحظة وشوي نطلع نجرب نعمل أمور نقفز فوقه نعم طبقه وخليه تطبق أول شيء قبل ما نروح للبيانات حرب البيانات خلينا نسميها اللي كانت عم بتصير مؤخرا ماذا هناك غير مبادرة الرئيس نبي بري اللي هي يعني في الأصل من صلب المبادرة الفرنسية شو بعد عننا فرصة غير هذه المبادرة برأيك أنا برأي يعني إذا الرئيس بري حاول قبل وماوصل لمحال والبترك الراعي حاول قبل وماوصل لمحال والمبادرة الفرنسية إلى الشهور وماوصلت لمحال أنا برأيي يعني مبادرة الرئيس بري تكاد تكون يمكن الأخيرة أنه إذا ماحققت هذه المبادرة الشيء بعتقد يعني ماحيصير شي بهذا المحال ماحيصير إلى حرب البيانات ليش دايماً بده يصير هيك بين التيارين بيان من هون تويت من هون تصريح من هون يعني وكأنه الأمور شخصية بيصير مين أقوى ومين بده يرد نحنا ما بنفتري على حدا نحنا ما بنفتري على حدا نحنا ما بنقرب على حدا صدق نحنا حقنا يا سيد عباس نحنا عم تعطى سياسة وعندنا جمهور أنا وقت بدي اترفع نحنا عن كتير من المواقف نحنا الموسيقى واللي فيها تطاول على الرئيس سعد الحريرة وفيها نبش قبور نحنا لما يتعلق بالرئيس الشهيد رفيق الحريرة نحنا ونترفع كتير ونبلع الموس بكتير مواقف ونعد على الجرح كرمال نحنا مرد بس انه كمان وصلنا لما حال خلص اللي بده يدق بابنا حيسمع جوابنا نحنا واي شخص بده يستسهل التطاول علينا حنرد علي بما يليغ فيه ونحنا بعتقد معروفين كيف بنمارس السياسة بأيامنا واخلاقنا من ايام الرئيس الشهيد رفيق الحرير ما عم نفتري على حدا بس اللي بده يدق بابنا بده يسمع جوابنا اللي عنده لسان عندنا عشرة اللي عنده حدا بيكتب بيان عندنا مية بيكتبوا بيانات وبالتالي بدنا نروق على بعضنا شوائي يعني قلتلك الكم من الاهانات اللي تعرض لها الرئيس المكلف من قبل رئاسي الجمهورية تحديدا وما بدي امشي معك أنا على المواقف اليومية والتويتات اللي بنسمعها من زياد أسود ومن ناجحها يكمن كتير قيادات بالتيار الوطن الحر اللي بتكون دايما حافلة بيعني هلوسات وأحقاد وأضاليل يعني عن جد صراحة دعوة صادقة اليوم انه عن جد يعني بعد ما سمعت مبارح يمكن شو حكي النائب زياد أسود مع زميلتنا نانس السبعة الجديد وكيف يعني ما خلى حدا كما لو انه يعني التيار الوطن الحر وقيادات التيار الوطن الحر هني الديسين وكل العالم مبتسوى يعني بدي أدعيلوا عن جد الله يشفيهم من هالأمراض النفسية والشخصية برفيق الحريري وبكل كتار من الرموز الوطنية بهذا البلد وأكتر من هيك ما فينا نقول على أشخاص عم بيكونوا فقدين للأهليين لأنه فقد الشيء لا يعطيه خلينا نروح لنسمع زميلتنا رندلا جبور منصقة لجنة مركزية الأعلام في التيار الوطن الحر ونتحدث سوا عندك كهرباء ست رندلا بالبقاع صباح الخير صباح النور يا هلا أنا نزلت من البقاع نزلت كيفك نح نيحة كيف كنت أنت تمام رندلا يعني يسأل الجميع لماذا لا تتشكل حكومة حتى الآن يعني معنا أستاذ عبد السلام كان عم يحكي وأكيد كنت عم التابعي وعندما نأتي إلى رأي الوطني الحر أيضا يلقي بالمسؤولية على الرئيس سعد الحريري وأن الرئيس سعد الحريري لا يريد تشكيل حكومة لأنه ناطر ضو أخضر صعودي وما إلى ذلك الآن البلد هل بحاجة إلى تشكيل حكومة ويعني خلينا نقول التعالي عن بعض الأمور أو ملاقات في الوسط أو 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 بدنا ندلنا بهيدا العناد وأعني التيارين ومصلحة المواطن اللبناني من نسألنين عنها يعني طبعا البلد بحاجة ميسي إلى حكومة وليس فقط بحاجة إلى حكومة نحن في أمس الحاجة إلى تشكيل حكومة وطبعا مطلوب الالتقاء في نقطة وسط من أجل تشكيل الحكومة ونحن مستعدون وقدمنا الطروحات والمبادرات من أجل ذلك لكن المشكلة هي أنه نحن عم ينطلب مننا التعالي نعم نتعالى عما هو لنا ولكن لا نتعالى عما يمس بالدستور بالميطاق بالشراكة اللي رجعنا تعذبنا لحتى أرسيناها بدءا من الـ 2005 ما فيك تتعالى عن دور مكون أساسي عن دور رئيس الجمهورية بموضوع التشكيل فيما يريده البعض مجرد باش كاتب يوقع وكأنه توقيعه فقط حبر على ورق وليس موقف أو قرار ما في مشكلة بقصة أنه نحن قلنا أوكي ما منسمى مثلا الوزيرين الإضافيين ولكن كمان ما بيسميهم الرئيس سعد الحريري طيب ما نحن اللي عم نرضى على حالنا عم نطلبه منكم كمان لماذا لا تلاقونا أنتم في منتصف الطريق كل اللي عم نقولوا أنه إذا أنت مش سمح لي أنه سمي معك الشيعي والسنة والدرزة طيب تسمي أنا المسيحي وسمي أنت البيئيين ليش بدك تسمي أنت الكل وبالآخر بطلع أنا اللي بدي أتنازل وأنا اللي بدي عرقل يعني بالفعل صارت واضحة الأمور ما بعتقد أنه بعد فيه حدا مش كتير قشع مظبوط إلا اللي ما بده يقشع أو اللي حاطت يعني تغميضة على وجه فواضح بالنسبة لألنا وجلي والشم الصاطعة يعني ما بعتقد أنه لو بالفعل الرئيس سعد الحريري يريد تشكيل الحكومة بشكلها بأسرع ما يكون وبيحمل تشكيلة قابلة للحياة إلى رئاسة الجمهورية إلى القصر الجمهوري لأنه يعرف تماماً أن تشكيلته التي قدمها سابقاً والمتمسك فيها طيب حدا بتقوله تشكيلتك مش ماشي حالة بيقلك أنا مقدم تشكيلة طيب ما هات تشكيلة قالوا لك مش ماشي حالة وقال لك أربعة شهر خمسة شهر تحكينا في ذات التشكيلة طيب معقولة رئيس مكلف ما عنده غير تشكيلة وحدة يقدمها لللبنانيين ولو ليش ما بيقدر يقدم يقدم عشرة وخمسة عشرة تشكيلة لحتى وحدة تزبط مش بيقلنا أنا مقدم بكنون وخلص قديت قصتي إلى العلا لا ما هو مكلف التشكيل المكلف أنه يقدم عدة تشكيلات إلى حين الاتفاق مع رئيس الجمهورية ويروح إلى نظرة ورؤية مشتركة لموضوع الحكومة مش إنه بكنون أنا قدمت تشكيلة خلص عملت اللي علي وكل يوم ببلغ والحجة شو إنه بدون يجيبوا الدعم للبنان أي دعم للبنان قبل ما تتشكل حكومة شكلوا حكومة أولا وبعدين كلنا منجرب نروح نجيب دعم لنا رندلا خليكي معي بدي أخد رأيي أستاذ عبد السلام وأنا هون عن جد حكون هيك بهدوء بدنا بدنا نكمل الحديث ما حقول يعني رندلا تقول إنه المشكلة عندكم وأنت من أول حلقة عم تقول المشكلة عند تيار المستقبل أنت تحدثت عن الدستور ورندلا تحدثت عن الدستور أولا تحيي لزميلتنا رندلا أنت تقول وأنا أقول ورندلا تقول والرئيس نبيه بري قال جملة كتير واضحة الرئيس المكلف سعد الحريري موافق على مبادرته وانتظر جواب الوزير جبران باسيل ياريت الستراندلا تخبرنا عن جواب جبران الوزير جبران باسيل على مبادرت الرئيس بري ومثل ما قلتلك إذا هيك الرئيس المكلف والرئيس بري صاروا بنص الطريق نطرين من الوزير باسيل كمان يلاقيهم بنص الطريق إذا فعلا الأمور يعني مثل ما عم نقول إنه فيه اتصالات عم بتصير إن شاء الله توصل لهذا النتيجة ما نضلنا عم نحكي يعني أنا حاولت اليوم إنه ما كتير ارجع لورا وكمان عباس وانا كمان بسؤالي كنت كمان عباس ساهم وساعد إنه ما نرجع كتير لورا اليوم فيه هناك مبادرت الرئيس بري واصرح بصريح العبارة إنه ناطر جواب من الوزير جبران باسيل إن شاء الله هذا الجواب يكون الجواب اللي نطرينه كل اللبنانيين ونلتقي يصير هذا اللقاء بمنتصف الطريق ما حدا ستراندلا إلا ما هو حريص على الدستور والرئيس الحريري حريص على التشاور مع فخامة رئيس الجمهورية وعقد معه لهذا الغاية 19 اجتماع وتشاور معه بكل الأسماء وبكل الحقائب يعني 19 اجتماع كانوا بيناتهم ما يعني ما بعتقد كانوا بس عم يشربوا قهوة أو عم يحكوا بأي أمور تاني وبالتالي هلأ نحن بمرحلة جديدة كرمان ما نرجع كتير لورا اللبنانيين نطرين هذا الجواب إن شاء الله هذا الجواب يكون جواب مساعد لتشكيل للبنانيين الحكومة وخلص يعني يكون هالحكومة هدية للبنانيين ونرجع نلتقي على الأواسم المشتركة بدل من دال عم نعم خليني روح طالما بهدوء وكلنا ماشيين بهيدا السياق كرندلة هل بتعرفي شي عما ينتظروا الجميع من الوزير جبران باسيل يعني اللي يتفضل فيه أستاذ عبد السلام يعني ما بعرف إذا فعلا نطرين الجواب من الوزير جبران باسيل جبران باسيل أي جواب على ماذا تحديدا بده يعطي هو قدم ما لديه على مبادرة الرئيس بربي ما الخليلين مين طلعوا لتقوا بأسر بعبدة ما لتقوا الرئيس ميشيل عون لتقوا الوزير جبران باسيل أولا اللقاء كان بالبياضة بين الخليلين والوزير جبران باسيل اتفضلي رندلة اتفضلي أعتقد أولا أنه اللقاء كان إجابة بعكس مصور الجميع وجبران باسيل ليس هو من سيقدم أجوبة لأنه هو ما بده أصلا يكون بالحكومة وهو لأنه طلب منه أنه فرجينا بادرة حسنية للإحاء أنه نعم عم جد بده يساعد ولكن نحن مش بقلب الحكومة ولا نريد تشكيل الحكومة وقلنا أن ما يتفق عليه الرئيس المكلف مع الرئيس الجمهورية نحن ماشيين فيه فما بعرف ليش عم تقوله أول شيء أنا ما سمعت الرئيس نبيه بالرئال أنه هو ناطر جواب من جبران باسيل لا 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 رمزيلا أنت مسؤولة أعلام بالتيار الوطن الحر إذا ما قريبت تصريح الرئيس بري لجريدة النهار من ثلاثة أيام ما فيك تقولي لي أنه ما قريبت تصريح لا 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 نحن على الهوى نحن على الهوى وفي ناس عم تسمعنا في تصريح قاله الرئيس نبيه بري لجريدة النهار وأنا بعتقد أنت كمسؤولة أعلام أنت يوميا الجرائد بتكون والتأرير بتنعمل وهذا الموقف تذكر على كل وسائل الأعلام ونشرات الأخبار دعونا نحترم معقول اللي من الأعين لا ستزع وما نتعادل وما نتعادل سمح لي أنا إسألة سمح لي أنا إسألة سوال لم أسمع أنا شخصيا لم أسمع ما سمعت بديني الرئيس نبيه بري بعد ما حكى الرئيس نبيه بري نقلت عنه الصحف تقول عنه مصادر ياخده منه على لسان الرئيس بري لجريدة المستر س mangli رندلا عناص محيلي أسألك السؤال بطريقة تانية بالجلسة الأخيرة بالأونسكو بين الرئيس بري والوزير جبران باسيل وعد الرئيس جبران باسيل بتسهيل كأنه رئيس طيار وازن بالبلد بتسهيل الحكومة هلأ نحن خلونا نحكي بالمفروض يكون هل تعلمين أي شيء مثلا أكيد أنت عم بتقولي الرئيس عون فخامة الرئيس عون هو اللي حيرد على تشكيل حكومة ولا على أقل الوزير جبران باسيل لأنه ما بده يشارك كما تقولين ولكن في دور قد يلعب الوزير جبران باسيل في تقريب وجهات النظر مثلا في المساعدة بتشكيل الحكومة هل عندك معلومات عن هذا الأمر؟ أولا ما خليني أقولك الرئيس سعد الحريري طيب لا يريد لا بده يحكي مع جبران باسيل ولا بده يلتأي مع جبران باسيل وبده السئة من جبران باسيل وبالآخر بيطلع جبران باسيل هو اللي بده يسهل وهو اللي ما بده يعرقل جبران باسيل أملا يا رندلا بدك تحكي مع رئيس الجمهورية أو مع جبران باسيل خليها تحكي أنا راح هنسحب لا لا رندلا رندلا أستاذ عبد السلام لو سمحت خليها تحكي لا لا رندلا خلص ما عتقطيعة بس تخلص بيجي الدور إلك رندلا اتودل لكن لا أريد أن أفضل بسجل. أريد أن أتعلم الأسباب اللبنانية أستاذ عبدالسلام موسى. أنا أسمي رندلا. لا أسمي رندلا. هذا هو واحد. لا بالخزة. خلاص خلاص. لا أستطيع أن أتعلم. أنا سأسحب لأن هذا ليس حوار. يريد أن يتحوار ويسمع الآخر للأخير. وهم أصلا رفضوا فكرة الحوار وأطلقوا النار عندما دعينا إلى حوار في قصر بعبدة. لا أعرف الذي يريد أن يشكل حكومة ويعمل حاله أنه منفتح ويحب الآخر وأنه مسهل وأنه هو القديس الذي نازل من السماء. لا أعرف إذا يرفض الحوار. من يرفض الحوار يعني أنه يرفض أي حل. يعني أنه يرفض بداية اللقاء مع الآخر. هذا واحد. جبران باسيل أبدأ استعداده للفرنسيين وللروس أنه مستعد أن يلتقي سعد الحريري. مع أنه المشكلة ليس هنا. المشكلة ليس عن جبران باسيل. ولكن هالآت كان مسهل. والفاتيكان صار يعلم الحقيقة من بعد زيارة سعد الحريري الأخيرة. وفرامسة تعرف الحقيقة. وقد نفت مصادر فرنسية أنه يكون سعد الحريري عقد لقاءاته. وقال أنه يعمل هذا حتى يبرر ظهراته من لبنان. الروس باتوا يعلمون الحقيقة ويعلمون من المعرقل. الموضوع ليس عننا. ولا عن جبران باسيل. جبران باسيل قدم كل التسهيلات. فإما أن يبادر الرئيس سعد الحريري ويقدم تشكيله جديدة للقصر الجمهوري. ونهار اللي منشوف الرئيس الحريري مع تشكيله جديدة بالقصر الجمهوري. منقول بلشت الحلحلة. مش كلمة هو قاعد أو عم يبرم بدول العالم. بده يرجع ينقال أنه من يعرقل هو جبران باسيل. وكل الوقت لا يوجد كلمة عن لسانهم غير جبران باسيل. يضعها عيننا. يضعها عيننا. ويقدموا تشكيله جديدة. حتى نرى إذا تظل العقدة قائمة. وإذا عن جدء الرئيس سعد الحريري عنده نية للتشكيل. أو ليس لديه أي نية للتشكيل. وأنا أسمح لي. لا أريد أن أكون أفضل بسيقيل. سأسحب. لا لا. رندلا. أريد أن أسألك. سأوجه لك الكلام. لو سمحتك. أصلاً في وقت فاصل لا سأأخذ فاصل. كرمال المشاهدين يفكروا أنه سأخذنا لفاصل لنزبط بعض الأمور. لا أريد أن أفاصل. السيد عبد السلم لو سمحت. سأسأل السؤال. رندلا. أسمحي لي. سأسألك سؤال. وعن جد سأكتبقي لنكمل. لأنه نحن نتحاور ونتناقش. كل ما ذكرتي أنا سأمشي معك فيه. ولكن ألا يعني هذا أنه لا. جبران باسيل يقرر أو يستطيع على الأقل أن يساهم بفك فكة العقد من أمام تشكيل الحكومة؟ أسألك سؤال واضح ومنطقي. لازم أسألكين هذا السؤال. السيد عبد السلام سأقول لك مرة تانية خليها تقمد. سأرجع لها عندك. سأرجع لها عندك. إذا كانوا يقولوا العقدة مثلا بحقائب معينة. الوزير باسيل قال كل بيئة متمسك بحقائب. أنا الطاقة ما بدي إياها. وما عندي مشكلة تروح لطيار المستقبل أو لفريق تاني. هل يكون بذلك مسهلا؟ إذا العقدة بالحقائب نحن نقول لسنا متمسكين بالحقائب. إذا العقدة بالوزيرين الإضافيين المسيحيين من بعد اللي بيخدوهم رئيس الجمهورية والمرضة والقومة. عم نقول ما بدنا هو الوزيرين نحن أو رئيس الجمهورية يسميهم. فليكونوا من المجتمع المدني بالاتفاق بين الجميع. طيب كمان سهلنا وقلنا ما بدنا هالوزيرين لزيادة وقلنا أوكي. قلنا نحن نرفض صيغة الثلاثة ثمانات لأنه فيها مثالثة. ولكن استثنائيا هذه المرة ما بدنا أي فريق يتخطى الثلاثة ثمانات. ولا نريد الثلاثة المعطلة. مش كانوا عم بيقولوا طيب واحدة من العقد هي الثلاثة المعطلة. لا نريد الثلاثة المعطلة. طيب إذا قلنا غير متمسكين بحقيبة. لا نريد الثلاثة المعطلة. لا نريد تسمية الوزيرين المسيحيين الإضافيين. غير متمسكين بحقيبة ومع أنه ياخدها تيار المستقبل لها الحقيبة اللي اتهمنا أنه نحن متمسكين فيها طيب شو بعد بدنا نقدم يعني كفريق سياسة أكتر من هك كل ما نقوله أنه يا خي بس تحترموا هالشراك والميثاقية ودور رئيس الجمهورية بالتشكيل هيدا كل المطلب والباقي التفاصيل كلها بتنحل بالنسبة لنا وما عنا أي مشكلة طيب نطالب نحن هلأ نحن على الان بيان هل الثنائي الوطني حزب الله وحركة أمل مستعدين أن يدخلوا على وزير المال طيب ليش نحن دايما بدوا يطلب منا ونحن عم نقول ما في مشكلة ماشين ولكن يعني الآخرين كمان بدوا نشوفوا أول شي وقفوا اتهامات نعم ما عنا نقول نحن مساعدين شو العقد المتبقية بهيدا التفاصيل اللي نحن وقفين بطريقة أنه الرئيس فعد الحريري بدوا يسمى كل شي لا هاي بتبطل شراكة نعم رندلا أنا ما قطعتك لأنه ما بدي أتعكنت خليتك تحكي وما حعلق عن موضوع وزير المالية ونرجع وزارة المالية والسابق هالأمور لا بدي أحكي بما يجب أن يحصل الآن بدنا نحكي بالنقاط الالتقاء بدي أسأل أستاذ عبد السلام أستاذ عبد السلام سألت رندلا سؤال واضح شو بتكن بعد تنازلات وليش عم تطلبوا كل هيدا سؤال واضح تفضل بهدوء كمان جاوبني ومن بعد جوابك بدي روح لفاصل ومنرجع منكمل حديث أنا وإنتا ورندلا أنا بدي زميلتنا بس مشاهم ما أرجع ألفود لا رندلا رندلا بعتذر يعني موضوع منه مقصود لا لا ما علي بتصير لك كل الاحترام وإنت بنت منطقته بالإبقاع كمان نحن أولاد منطقة وحدة اللي بس بدي أقوله يعني هي حكت شوية بأول كلامة أنه في ناس حتى تغميضها على وجوهها ردا على سؤال النهار على موقف الرئيس الحريري أجاب الرئيس بري الحريري موافق على مبادرتي وانتظر جواب جبران بسيل يعني بعدنا نطرين جواب الوزير جبران بسيل أنا اللي عم أقوله وأنت اللي كل اللي قلتي هلأ يعني أنه الرئيس الحريري والوزير بسيل لازم يلتقوا وأنا معك يعني أنت كل اللي قلتي هيدا يؤكد على دور للوزير جبران بسيل بهذا الموضوع وأكيد الرئيس بري يعني مش عم يحكي كلام مش مسؤول وقت اللي بيقول أنه الرئيس الحريري وافق على مبادرتي ونطرين جواب الوزير جبران بسيل اللي كل اللبنانية نطرينوا بهيدا المحل اكتر من هيك ما بنا ندلنا عم نحكي بالامور اللي كانت عم تصير قبل فيه هلا هيدا المبادرة شو بدي يكون الجواب علي ومن انطلق بس يا ست رندلا ما فيكن رندلا رندلا باقي ما فيكن تدباكو ليل نهار على صلاحيات رئيس الجمهورية وقلنا 8 شهر من ضلنا نهد رئيس الحكومي المكلف اللي عمل كل الاصول الدستورية و19 اجتماع مع رئيس الجمهورية بموضوع انه صلاحية التشكيل بتتم بالاتفاق بين رئيس المكلف ورئيس الجمهورية ونجي هلا نقول انه بدنا طرف تالت من خارج الدستور يسمي وزراء بهذه الحكومة لا اذا بدكن ضلكن حارسين على الدستور الحكومي تشكل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومي المكلف ولا يحق لأي طرف تالت كائنا من يكون ان يسمي وزراء خليكن متصلحين مع حالكم بهذه النقطة وبنفس الوقت وبنفس الوقت خليكن متصلحين مع حالكم كل اللبنانيين بيعرفوا انه الوزير باسيل عنده دور بتشكيل الحكومة وكل اللبنانيين مثل ما قلتلك يعني الخليلين طلعوا لطقوا الوزير باسيل ملطقوا رئيس الجمهورية ولطقوا بأسر بعبدة مش بميرنا الشلوحة أو ببيته يعني اذا كل هيدا الوقائع السياسية الدامغة حول دوره لزير جبران باسيل بموضوع الحكومة وانت بديك تجي تقليلي انه ما له اي دور وانه ابدا ما عم يعمل شيء لا خلينا عن جد يعني لا نقدر نوصل لنتيجة انا بالنسبة لي هلأ ما بدي ارجع كتير لورا وما بدي قعد نعمل جدال بهذا لاني انا حريص اليوم انه ما يكون في جدال بس في مبادرة الرئيس بره بالمشهد اليوم قال انه ناطر جواب من الوزير جبران باسيل ان شاء الله يجي هيدا الجواب اللي انا بدي اياه واستاذ عباس بدي اياه وحضرتك بديك اياه تتشكل هيدا الحكومة ونطلع كلنا من هيدا المعاناة اللي عم نعيشها ان شاء الله نعم انا بدي كمان ما حروح لفاصل قبل ما اسمع جواب رندلا رندلا بعدك معنا ايه نعم اول شي رندلا هعطيك الرد نحن موافقين على مبادرة الرئيس نبيل بره فما بعرف اذا فيه سؤال محدد يعني هو عم بقول وافق الرئيس سعد الحريري على المبادرة ناطرين جوابنا نحن موافقين على المبادرة اذا هيدا الجواب اذا فيه سؤال محدد اطرحوا علينا ولكن بالنسبة للمبادرة نحن موافقون وقال الوزير باسيل وقالناها بالبياناتنا مؤخرا انه نحن نؤيد ما يقوم به الرئيس نبيه بره ومعه حزب الله وماشيين بالمبادرة اثنين لما تقول الله يبشرك بالخير اذا هيك الله يبشرك بالخير هلأ فيني اخد فاصل بدك كملي رندلا طالما موافقين اكيد لا اعطينا كلمة لانمرأ شيء كثير مهم استاذ عبدالسلام انه اذا المجتمع المدني بده يسمي شخصين هذا خرق للدستور يا جماعة ما نحن في عنا دستور في عنا الاتفاق الاساسي يتم بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية ولكن بالحياة السياسية اللبنانية بيتشاوروا مع الكتل النيابية ومشان هيك في مشاورات غير الاستشارات النيابية الملزمة المشاورات لانه مجلس النواب بده يرجع يمنح السئة يعني متل ما بتروح انت حزب الله بقول له شو رأيك انت مين بترجح اسماء متل ما بسأل الاومة والمرضة وتيار المستقبل والتيار الوطن الحر والجميع لحتى تطلع هذه الحكومة محصنة ومدعومة سياسيا بسأل ذات الشيء المجتمع المدني رأيه لانه من بعد 17-20 صار حاضر وموجود بالحياة اللبنانية وين خرق الدستور اذا عملت تشاور واذا حدا قال والله انا بقترح وشوفه يا رئيس حكومة مكلف ويا رئيس جمهورية اذا هيدا الموضوع بنسبكن بالعكس هذا امر مساعد وابدا لا يخرق الدستور ولا يتعدى لا على صلاحيات الرئيس المكلف ولا على صلاحيات رئيس الجمهورية لانه القرار النهائي رح يكون عندهم وهلأ حتى القرار النهائي عندهم بظل مبادرة الرئيس نبيه بره الكل بيعطي رأيه بيجرب يسهل بيجرب يقترح يعني هلأ عن جد الرئيس سعد الحريري رح يسمى الشيعة من دون ما يكون موافقة عليه حزب الله وحركة امل او يسمى الدرزة من دون موافقة وليد جمهورية سماهم بدون موافقتهم وقال هيدا الكلام لرئيس الجمهورية خلييا تكمل ونرى بعض الفاصل مساء الحدى سمى كل الوزر سمى لحظة لحظة سيد عبد السلام لحظة يا اخي رندلا خلصت جوابك نعم نعم حنروح لفاصل لانه انا اجلت الفاصل قبل شوي كرمال ما ما يزيد للمشكلة وحنرجع بعد الفاصل نتحدث عن هذه النقطة طالما ذكرتي أن الوطني الحر أو الوزير جبران باسيل موافق على مساعي حزب الله وحركة أمل وعلى مبادرة رئيسنا بهبري فاصل ونعود لمتابعة أسياسي اليوم أعود إلى مطابعة أسياسي اليوم ومرة جديدة أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد السلام موسى منصق الإعلام في تيار المستقبل وأيضا زميلتنا رندلا جبور نصقة اللجنة المركزية في الإعلام للإعلام في تيار الوطن الحر سأرجع عند رندلا عبد السلام ونكمل معك الحديث رندلا كما ذكرت الوزير جبران باسيل والوطن الحر موافقون على المبادرة وأيضا هو يتحدث باسم المستقبل وقال موافقين خلينا نحكي عن اللي بده يجي برأيك إذا توفقنا على هذه المبادرة ونتمنى تشكيل الحكومة كيف سيكون أو يجب أن يكون التعاون من أجل مصلحة البنط يعني أنا أعتقد أنه اليوم المدخل للحل وصدقاً عم نحكي مش لحتى لا نتهم ولا نتهجم المدخل إلى الحل أنه يتشاور الرئيس الحريري مع الرئيس نبيه بره ويطلع يقدم تشكيلة جديدة إلى القصر الجمهوري وأن تكون هذه التشكيلة قابلة للحياة وفقط الشروط طبعة أنها تكون فيها وحدة معايير وملتزمة الشراكة والميثاق والدستور بس وقت يطلع الرئيس سعد الحريري وقته عن جد يكون مقتنع أنه يريد أن يشكل حكومة أنه يريد أن يتحمل مسؤولية أنه هو مسؤول ولا يجوز أن تترك الأمور إلى نهاية العهد يمكن في نية أنا صرت خايفة من وجود نية لترك الفراغ قائم إلى نهاية العهد ولتفشيل الرئيس ميشيل عون لأنه أكيد المستفيد من الفراغ ليس ميشيل عون ميشيل عون هيدا عهده ورح ينقال كان فيه فراغ ومن شغل شي بعهد ميشيل عون مش شي تاني مشان هيك نحن أكثر المستعجلين إلى تأليف حكومة على الآخرين كمان أنه يفكروا بمصلحة البلد أولا وأنه ياخدوا هالتشكيلة ويطلعوا على الأصر الجمهوري وأن تكون هذه التشكيلة برجع بول قابلة للحياة والباقي كله تفاصيل بيصير هذا الوزير مين بيسميه هيدا الحقيبة مين بياخدها كثير بتصير سهل الأمور يعني التفاصيل بتصير أنه والله هلأ فرضا فيه إشكالية على وزارة الداخلية ووزارة العدل ما بيعود في مشكلة بينحطوا الأسماء بينوصل لاتفاق بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية على اسم الاثنين بيرضوا عليه حدا ميال أكتر لهون حدا ميال أكتر لهون أو دي كلهم بيصيروا حلول فقط المطلوب اليوم يكون فيه إرادة حقيقية ونية حقيقية للتشكيل والباقي كله تفاصيل وعاك تصدق أستاذنا أنه المشكلة هي بوزارة وبحقيبة وبعدد أبدا ليست هنا المشكلة المشكلة هي بالجوهر ويدرى بالجوهر من أجل تميع الموضوع وبغطوها بتفاصيل وباتهامات لأنه ما في نية لتشكيل الحكومة فقط نحن نحتاج إلى نية للتشكيل نعم نحتاج إلى نية للتشكيل رندلا ونتمنى أنه يجي الخبر يعني في الساعات المقبلة الخبر الذي ينتظره جميع اللبنانيين لأنه البلد لم يعد يعني ما عاد فينا نحمل أكتر كمواطنين بهيدا البلد وعلى الجميع أنه مش يقدموا تنزلات هيدا بلد بالنهاية أنه يسيروا أمور البلد ويكونوا مسؤولين بكل ما الكلمين معنا رندلا جبور أنا أريد شكرك جزيل الشكر بالطبع منصقة اللجنة المركزية في الإعلام في التيار الوطني الحر شكرا جزيلا إليك وبانتظار الخبر الحلو كلنا وتشكيل الحكومة وأكيد حنلتقي بحلقات مقبلة شكرا أخذت من وقتك الزيادة عن اللي كنا متفقين عليه بعرف شكرا أهلا وسهلا السيد عبد السلام حننطلق بما تبقى من وقت من كلام رندلا حننهي صفحة النقاش الحامي والجدال الذي حصل يعني حنبقى نحن نقدم تنزلات ونحن نقدم تنزلات من هون ما ننتظروا الخبر اليقين وإلا البلد لم يعد يحتمل المواطن الليبنان لم يعد ما عد فينا صراحة هل تتوقع أنه هيك يخرج الدخان الأبيض برأيك؟ مثل ما قلت لك ما حيرجع لورا ما حنرجع نعم ساميلتنا قالت أنه هن موفقين على مبادرة الرئيس ولكن بدأ تشكيله قابل للحياة أذا موفقين على مبادرة الرئيس برأي فعلا لا قولا معناتها والرئيس الحريري موافق معناتها لازم هذا الاسبوان تشوف تشكيله أذا فعلا جواب الوزير جبران باسيل لا الرئيس برأي أنه هو موافق وبالتالي اللي عم بتحكي عنه زاملتنا حيصير ما في عنده أي مشكلة الرئيس الحريري بالعكس وبالتالي خلص إذا الأمور هيك يعني إن شاء الله نوصل للمحال نعم إن شاء الله حنقفل بعد معنا حوالي عشر دقايق خلينا نحكي شوي عن وضع الاقتصادي والمعيشي شكلنا حكومية أستاذ عبدالسلام نفس الحكومات السابقة مشكلتنا ليست بتشكيل الحكومة للأسف مشكلتنا بالأزمة الاقتصادية القوية جدا شو رح تقدر تعمل ورح يقدر يعملوا نفس الفكر ونفس التقلع هل هناك خطة اقتصادية بدي أسألك سؤال هيك مباشرة خطة اقتصادية لدى الرئيس سعد الحريري أول شيء هذه الحكومة إذا شكلت لن تشكل مثل الحكومات السابقة وهون بيت الأصيد عند الرئيس الحريري لأنه كل الحكومات السابقة كان مصيرا الفشل بعهد الرئيس عمر مثل ما قلت لك حكومة حسان دياب وحكومتين تعقول للرئيس الحريري وصلوا لنفس النتيجة وبالتالي تشكيل الحكومة وفق المنطق السابق اللي بعده لا هلأ متمسك فيه التيار الوطن الحر ما هيوصل لمحل وحتكون محكومة بالفشل يعني نحنا لايقسمه الثلثة المعطل أستاذ عباس لأنه بعطل وعطل كتير بالحكومات شفنا بقبر شمون كان الوزراء قاعدين بالسراي حكومة 11 وزير قاعدين عند الوزير بسير بوزارة الخارجية عطلوا مجلس الوزراء بهذا المشكل بوقته وبالتالي لا الحكومة عم تتشكل مش على المعايير القديمة عم تتشكل على المعايير الجديدة اللي حددتها المبادرة الفرنسية واللي بحددها الدستور المبادرة الفرنسية فيها خارط الطريق لتشكيل الحكومة ودعم لبنان وأنا بقلك لو تشكل الحكومة من سبعة شهر كنا كسبنا وقت سبعة شهر بمعالجة الانهيار اللي عم نعيشه اليوم والتفاوض مع صندوق النقد الدولي وحكي الرئيس الحريري بمجلس النواب عن هاد خارطة الطريق للانقاذ والدعم اللي عم بصير لكن يحتاج حكومة لبنان يحتاج الى استعادة الثقة مع العالم العربي ومع المجتمع الدولي وهذه الثقة تحتاج الى حكومة لانه كلنا بنعرف وعم نوصف واقع انه هذا العهد نتيجة سياسات كتير اعتمدة عزل لبنان عن محيطه العربي وعن مجتمع الدول وهذا الكلام مش انا قلته الرئيس ميشيل عون بعضمة لسانه بعد انفجار اربع قاب قال انه انفجار اربع قاب فك عزلة لبنان يعني كان اعتراف منه وقته ان لبنان معزول ووقته اجا الرئيس الفرنسي يعني كتر خيره يعني اجت فرنسا مدت الايد وقدمت مبادرة عم نقللهم هذه مبادرة فرصة لانقاذ لبنان خلونا ما نضيع الفرص حرام كل الفرص ضيعنا مؤتمر سادر من سنتان وهلأ اللبنانية عم يدفعوا السمن وقبل عطلنا كتير من باريس واحد وباريس اتنين وباريس تاتي كمان وخلينا اللبنانية يدفعوا السمن يعني بالنهاية احنا بلد لعنا لا نفط ولا لعنا بترول يعني كمان مدنا نستند على واقع البلد شو هوت بدي اسألك انا سؤال اللي سألتك يا حعيدو بطريقة تاني هل هناك خطة اقتصادية جديدة؟ وقت اللي انت بتعطل مؤتمر سادر وقت اللي انت بتضلك كل ما بدك تشكل حكومة بتاخد ثمانية وتسعة شهر من كل الحكومات بنذكر من الالفان وخمسة لليوم ومن ضلنا بدنا تلت المعطل ومنسقط الحكومات بالسلسل معطل ومن ضمن حكومات نحنا كنا براتة كانت حكومة من لون واحد عم نحكي حكومة الرئيس مئاتي ثلاث سنين بعد ما اسقطت حكومة الرئيس الحريري بالسلسل معطل وعندنا الحكومة الاخيرة وعندنا حكومة الرئيس تمام سلام كل هذه الحكومات كان فيها سلسل معطل وحكومات كانت بامة وبية لفريق سياسي واحد لماذا لم يتم تغيير السياسات الاقتصادية اللي عم يحكوا عنها لماذا لم يستخدم السلسل المعطل لتغيير سياسات اقتصادية لماذا استخدم التلت المعطل لتوقيف تشكيلات قضائية ولا توقيف التوظيف في مجلس الخدمة المدنية ولتوقيف سادر وكل هذه الأمور ولم يستخدم بالشيء اللي عم نحكي فيها يعني شوية نكون متصلحين مع حالنا وشوية نحكي الأمور مثل ما هي بعيدا عن الشعبوية الناس يعني احنا بلبنان الشمس طالعة والناس قشعة واللبنانية جدا متابعين ومسياسين يعني بهذا المحل وشايفين كل الأمور وشايفين الحقيقة وين خلينا نروح إلى طوابير البنزين إلى الطوابير أمام الأفران المواد الغذائية الأدوية ما في كهرباء أنتم فريق سياسي بالبلد تتحملون مسؤولية ما قالت إليه الأمور مع جميع الفرقاء السياسيين أو الأحزاب والتيارات الموجودة ليش وصلتوا البلد لهم؟ الكل يعني أنا أشدد أنا بحب موضوعيتك بهذا الموضوع بطرحك للسؤال أنه السلطة فيها مكونات ليس الرئيس سعد الحرير لحاله بالسلطة حكير وليس الرئيس نبيه بري لحاله بالسلطة وليس وزير جملات لحاله بالسلطة وهذا الأمر هو ذاته من أيام الرئيس الشهيد رفيق الحرير لليوم بس لاحظ أنت ساذ عباس بس بنا نجي نحكي بنا نحمل فقط المسؤولية السياسات الحريرية سياسات الحكومات المتعاقبية عشان هيك قلت لك الخطط الاقتصادية ما قلت لك السياسات الاقتصادية كرمين هيك أنا قلت لك موضوعيتك بطرح السؤال أنه كل شريك في السلطة والكل يتحمل المسؤولية ونحن نتحمل المسؤولية بس أنا في يقولك بكل بساطة لحظت استقالة الرئيس سعد الحريري استجابة لإرادة الناس كان بعضه الدولار 1500 وكان وضع البلد بعضه وفجينا على حكومة الرئيس حسان دي بنتيجة غياب الرؤية وغياب الخطة والتخبط وتنعرف كل يتنا أنه نحن ندفع سمن سياسة الحكومة بعدم دفع اليوروبوند عملوها وقتها عملوا منها بطولة لكن هذا الأمر باعتراف كل الخبراء الاقتصاديين وحاكم مصر في لبنان وكل الأشخاص الذين يتعاطوا شأن اقتصادي هذا الأمر كان نقطة تحول بالانهيار اللي عم نعيشه اليوم ووصل لانهيار الليرة أمام الدولار بالنهاية انت عم تحكي مع مجتمع دولي وفي مواعيد انت مش بالبنان لطاقة تلعب بالمواعيد وانه تستخدم واسطة او هون او لتأخر دفعتك للبانك او what ever في مجتمع دولي بدك تكون ملتزم معه بدك تعرف تتفاوض معه لك حدا ما نعمل حوار مع صندوق النقد الدولي بموضوع اليوروبوند وعملنا منا بطولة انه ما دفعنا اليوروبوند وهيانا عم ندفع السمن هلأ فبالتالي لا للأسف المشكلة هون مش بيه محل تاني نتحمل مسئولية اكيد ولا يوم قلنا انه نحنا ما نتحمل مسئولية حتى نحنا وخارج السلطة نتحمل مسئولية ومثل ما قالت الكل اللي بيتحملوا مسئولية ونحنا اليوم عم ندعي الكل ليتحملوا مسئولية تنطلع من هيدا النفق ويعني رئيس بري مش مقصر ووزير جملات مش مقصر وكل الافريقاء مش مقصرين وان شاء الله عم قللك انه نروح فعلا اذا متل ما قالت زمينتنا انه طيار الوطن الحر والوزير جبران باسيل موافق على مبادرة الرئيس بري معناتها لازم الحكومي مسألة ايام تكون لازم الحكومي مسألة ايام سؤالي الاخير عن خطورة لا سمح الله عدم وصول هذه المبادرة الى ما يريد الجميع خطورة هذا الامر على مؤسسات ما تبقى من مؤسسات الدولة وما تبقى من مجتمع والانفجار الاجتماعي يعني القوى السياسية مفكرين انه المواطن اللبناني حينطر الى مادة نهية عليهم؟ اكيد لا انا اقول لك انا بأمل هذا الشي يصير وتتشكل الحكومة والاكيد انا بقول لك بما يتعلق فينا وما يتعلق بالرئيس سعد الحريري اللي متل ما انت قلت قدم كثير بالسنين الماضية وقدم كثير من المبادرات ويشتغل تحت سقف مدرسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري انه ما حدا اكبر من بلده الرئيس الحريري دايما عودنا بالمفاصل الوطنية انه دايما بياخد القرار اللي بيصب بمصلحة اللبنانيين وبمصلحة البلد على حسابه الشخصي والسياسي والرئيس الحريري باللحظة المناسبة اذا استمر الانسداد بالافق السياسي سيأخذ القرار المناسب الذي يحقق مصلحة لبنان ومصلحة اللبنانيين بتوقيته نحن هلأ بدنا نشكل حكومة بدك تقول لي يا ايه تعبتوني اليوم نحن هلأ بدنا نشكل حكومة ما ما تروح شي تاني على الطاولة الا تشكيل حكومة والرئيس حريري مصمم على تشكيل حكومة لانقاذ ما يمكن انقاذه باللي عم نعيشه اليوم الله يوفقه كل المساعي الخيرة وكل الارادات الوطنية اللي عم تسعى لتشكيل حكومة وعلى رأس مبادرة الرئيس نبيه بره لنوصل لتشكيل حكومة ونرقف باللبنانيين ونقدر نقدم للبنانيين شي جديد لانه مثل ما قلت عن جد تعبوا ونحن منهم ونحن تعبنا يعني انا ماني سعيد اليوم قاعد اعمل هيدا الجدال مع زميلتنا مسؤولة الاعلام بالتيار الوطني الحر ولا ساعدين انه نحن بكل البرامج السياسية قاعدين عم نعمل نحكي سياسي الحق عليا ولا عليك ونلتزم بهيك او ما منلتزم بهيك وكله يتنى انا وانت عم نوقف عقب الطابور لنعبي بنزين والدوى مقطوع بالسيدالية وعم نبرم على حليب لأولادنا بدنا نخلص من هذا الموضوع الله يوفق الكل وان شاء الله البلد ينقل الله السيد عبدالسلام موسى مناسك الاعلام في تيار المستقبل شكرا جزيلا لك ويعطيك الف عافية مشاهينا الكرام شكرا لكم لحسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة